الرحمن الرحيم واحد من أكثر الأسئلة اللي توصلني من المتابعين أنه مثلاً محتاج كتاب بصيغة الPDF وما جاي أقدر أن نزله من القوغل أو أنه مثلاً محتاج أنه موقع أن نزل من عنده الكتب بشكل مجاني أو أنه نسويت عملية بحث جريت عملية بحث على مصدر معين وهذا المصدر ظهر لي بالقوغل لكنه غير مجاني السؤال هل يوجد موقع أقدر أن نزل من عنده ملفات PDF وملفات كتب وأبحاث طاريح ماجستير ودكتورة بحيث أنه تكون هذه المواقع تطعيني المظر اللي أريدها بدون مقابل يعني غير مجاني الجواب أنه أنا رح أدليك على كنز على موقع يحتوي على أكثر من 70 مليون بحث ومقالة وكتاب بصيغة الPDF وهذه الكتب وهذه المصادر هي كلها مصادر مجانية كلها مصادر مجانية تقدر أنه توصل إليها تقدر أنه تحصلها بدون ما أنه يعني أنه تدفع أي مبلغ أروح لبي موقع الجوغل أنقر على الجوغل كروم خلي أصور نفسه هنا أنا عندي هذا الجوغل هنا رح يظهر عندي أختار هذا أكتب هذا الموقع اللي هو www.zlibrary أنقر عليه أوكي أختار الأول أنتظر أن يحمل ظهر لي هذا الموقع هذا الموقع أختار من عنده البوكس يعني أفرض إذا أريد أنا الكتب أختار البوكس إذا أنت بس اللي هنا أنا خلف الغذالة أرجع اللي هنا إذا أخذ هذه البوكس أوكي إذا أحمل كتب ظهرت لي الواجهة مثل الموقع اللي أريد اللي هي طبعا نزلت لي برره هذا الموقع موقع رهيب موقع يعني يحتوي على أكثر من 70 مليون كتاب ألكتروني بصيغة الPDF تقدر تنزل المجانيا الأجل اللي هنا مثلا إنهم آلية الباحث هتي تبحث بالتايتل بالعنوان باسم الباحث يعني المصدر اللي تريده أو الكتاب أو الباحث أو الأطروحة شنو الأنوان هات هتقدر أنه التايتل مالتها هتقدر أنه باسم الباحث هتقدر بالرقم الخاص به الـ ISBN للمصدر ففرض أن أريد مثلا communication system هنقرل هنا communication systems أوكي أنقر هالشكل أنتظر البحث أنطاني أكثر من 500 كتاب متعلق بالcommunication system أوكي أقدر أحصل عليه مباشرة فأجأ صفحهم الصفح الكتاب اللي أريده بهذا الشكل أبدأ أصفح مثلا اختارت أو المصدر اللي أريده اللي هو مثلا هذا الكتاب communication systems طبعا هذا مثلا هذا الكتاب ليتي هذا الكتاب اللي هو modern digital and analog communication system هذا الكتاب منهجي تدرس أغلب الجامعات لمرحلة الثانية والثالثة أقسام الاتصالات والكهرباء والحاسبات المتعلق بمادة communication system وأنا طبعا هذا الكتاب هو نفس اللي شارحه في القناة ضمن قائمة communication system ضمن أكثر من 135 مقطع فيديوي تقدر يعني تنزله وتتابعه وياي شروحات ففي مثلا اختاريت هذا الكتاب أحنقر عليه ظهر لي هذا الكتاب أنزلي جوا طبعا ينطيني معلومات الكتاب هنا منطيني خيار download بعد ما أنه أعمل download أضغط عليه طبعا أضغط الس هنا الشكل انتظر هنا طبعا الثانية التي تنزله مرة أخرى اللي أنا الكتاب أصلا نزلته فمثلا انتظر في التنزيل نقل لها نزليها مرة ثانية واحق لها تنزيل مرة ثانية حتى أراويكم كيف أنه تنزيل أوكي بعديا مثلا هنا مطيني مجموعة من الخيارات متصلة بالخيار اللي أنا أصلا نزلته يعني مثلا إذا أجل هنا هذه يتمثل solution مالك الكتاب اللي هو قبل شوية نزلنا هذا هو الحلول المتعلقة بكتاب ليثي اللي هو solution manual for modern digital and analog communication system هذا يسم أقدر أن نزل هنا بنفس الأسلوب أنقر داول الوضع عليها تنزل الحلومات بعد إذا أنتبه طبعا هنا مطيني هذا هو نفس الكتاب لكن لي أصدار قديم هذا مثلا كتاب الأصدار آخر هذا الكتاب اللي هو الأصدار الحديث اللي هسا قبل شوية نزلنا هذا communication system آخر كي مصدر ثاني يتناول نفس المواضيع اللي هي عند الوقع عند نشط الcommunication system خلي حمل لي هذا اللي هنا إذا أريد نفس الكلام أنه أريد مثلا هذا الكتاب كارلسون همين كتاب منهجي تحتمدها كثير من الجامعات ضمن مواضيع الاتصالات أنقر اللي جوه داول الوضع أنقر عليه رح ينزل لي فبالتالي أي كتاب تريده أي كتاب تريده رح تقدر أنه أنت تنزل مباشرة مجرد ما أنه ترجع اللي هنا تنقر على box ترجع رح تكتب العنوان يعني فرضا مثلا أريد هسا كتاب الخاص بالPMP هذه هنا سوى سيرش رح يطيني مجموعة الكتاب المتعلقة بالPMP هذه نفس الكلام أكثر من 500 كتاب متعلق بموضوع اللي أنا أبحث عنه أرجع مرة تانية إذا أريد أسوي عملية بحث خلنا نفترض مثلا نريد نظرية الاحتمال بقية هنا أكتب Probability هاي هذه نظرية الاحتمالات سوى عليها عملي سير أنطاني مجموعة هذه أكثر من 500 كتاب متعلق بموضوع الاحتمالية مجموعة الاحتمالية هذه فرض أن أريد هذا الكتاب رح أنقر عليه أرجع للكتاب اللي هنا داول لوت رح نزل لي إذا مثلا خيارات متعلقة قريبة بالموضوع اللي أنا أبحث عليه أنزلي هذا الجو نظرية الاحتمالية احتمالية بمصادر أخرى بشوم بسلسلة أخرى من دور النشر هذي Introduction to Probability إذا أرجع مثلا أريد أن أجرع عملية بحث الموضوع متعلق ثاني فرضا أنه أنا أريد مثلا موضوع Signals and System Digital Signal Processing هذا موضوع مهم DSP وحطيني مجموعة الخيارات المتعلقة هذي همين نفس الكلام هذي هنا مجموعة من الأصدارات المتعلقة بموضوع Digital Signal Processing DSP وصفحة هذي الخيارات قطعيها أكثر من 500 كتاب بالموضوع أختار الكتاب اللي أريده وأجرع علي عملية Download أنقر علي هنا أطلعني الخيار أنزل لي جو Download راحي الصفحية خلينا نرجع حسن لو فرضا أنه أنا أريد مثلا Article أريد بحث من مجلة ومثل ما أنا أعرف أغلب المجلات اشتراك هلا بد من اشتراك هذي هنا مطلين ملاحظة أنه أكثر من 70 مليون بحث for free طيب خلي أكتب مثلا أنه أنا أريد IEEE IEEE أوكي هذي هذا طبعا مثل ما يعرفون أغلب الباحثين والأكاديميين أنه IEEE لابد من اشتراك لازم تدفع فلوس لا تتنزل أي بحث فهنا طبعا ظهر لي أنه كل مجاني مثلا أريد أنا سلسلة IEEE Communication أنقر عليها ظهر لي البحث Download راح ينزل لي مجانا فبالتالي هذا الموقع هو كنز لكل طالب ماجستير لكل طالب دكتوراه طالب دراسات عليا طالب دراسات أولية أكاديمي تدريسي هذا الموقع راح يوفر له جهد ووفر له الكثير من المعاناة اللي يعني يمر بها الباحث خلال عملية الحصول على أي مصدر بالتالي ما راح تعاني مجرد ما تحتاج أي بحث تحتاج لك أي كتاب مباشرة تدخل على هذا الموقع تكتب العنوان وخطوات بسيطة دون المتاهة اللي يوفر لك من تبحث عن أي كتاب أو مصدر راح تشوف معاناة كبيرة بأنه تدخل يعني تدخل إلى هذا الموقع تدخل إلى الموقع الفلاني تدخل موقع الفلاني وبعدين تلاحظ أنه كل هذه الخطوات أحيانا ما راح تقودك إلى أنه تحصل على شيء اللي تريده هنا بالنسبة فقط أنه تكتب العنوان اللي تريده سوى عملية بحث وتحصل على الكتاب طبعا الموقع يوفر لك كثير من اللغات يعني مو بضرورة أنه فقط اللغة الإنجليزية همين يدعم اللغة الفرنسية يدعم لك بعض المصادر العربية لكنه بالدرجة الأساس الدرجة الأولى هي اللغة الإنجليزية باعتبار هي بالنسبة العالم على مستوى الأكاديمي والبحث العلمي زين هذي طبعا هنا تتسوي عملية بحث الفول تاكس رحيط كيا مثلا تتحدد السنوات من يا سنة ليا سنة تختار اللغة شوف هنه يطين اللغات يدعم لي اللغة الصينية العلمانية الإنجليزية الفرنسي الإيطالي هاي اللغات يدعم لكيا هذول كلها الروسية العربية موجودة تختار اللغة تقدر تختارها كل اللغات اللي موجودة اللي هنا وسوي عملية سيلكت عليها ومن ثم تحصل على البوقع تريد هذا الكتاب اللي قبل شوية نزلناه كمل التنزيل مات يطيك يا لكن أنا كملت لك الكتاب أوكي فبالتالي أنه حصلت على الكتاب بشكل سهل وبشكل بسيط خطوات سلسل يطيك الكتاب بشكل مجاني هذي الكتاب اللي سعر أكثر من 100 دولار فبالتالي هذا الموقع هو موقع مفيد لكل الطلاب ولكل الباحثين أتمنى أنه توصلون هذا المقطع لكل طالب لكل أكاديمي لكل تدريسي حتى أنه يقدر يستفاد ويتجاوز من المعاناة اللي كثير من عدنا أنه مربيه خلال عملية الحصول على كتاب أو عملية الحصول على مصدر معين خطوات سهلة وبسيطة وتقودك لكنز من المصادر ومن المعلومات لكل المستويات ستقدر أنه تحصل أي معلومة تريدها أو أي كتاب تريدها بدون ما أنه تدفع أي مبالغ مالية كل التوفيق للجميع إن شاء الله